سواء كان فصائل المقاومة أو الولائيين اسميهم ما تسميهم لا يوجد لديهم شيء أمام الشارع والجمهور إلا أن يقولوا نحن انتصرنا في تحقيق مطلب الشعب وهذا مو مطلب الشعب نهائياً أنا أجزم لك 99% من الشعب العراقي وحتى هم ما يقبلون هم ما يردون الأمر يكان ينسحبون ولكن هاي خزع بالات يضحكون بها على عقول الناس والفقراء ويدغدغون مشاعر جمهورهم اللي هو فعلاً جهادي ويقولون قد حققنا الانتصار وباركنا لسيد الكاظم وباركنا للمقاومة وغيرها لكن هم لا أكو انتصار وأنا أقولها من شاشتكم وبرنا لا أكو انتصار والقوات الأمريكية غير منسحبة ويعلم الكاظم أيضاً بتفاصيل دقيقة أعطاه يا بايدن وباقية وسوف يزداد عددها مو يقل عددها طيب الكونغرس اليوم دي يقول أن يدعم الكاظم أيضاً بلوسي قالت إحنا ندعم الكاظم هي المتحدثة باسم الكونغرس الأمريكي تدعم الكاظمي سياسة أمريكا الخارجية تدعم أي رئيس أو أي مسؤول أو أي وزير هذا واجبها هذه دبلوماسيتها لكن تتحدث لجانب العسكري يعني هذا حجة عام بروتوكولاته لازم يتحدثون بها بهاي الطريقة لأنه بالنتيجة إذا قالت غير هذا الشي الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن العراق وما يحدث بالعراق